بعد انتشار البيوت الذكية بشكل كبير في الفترة الأخيرة حرص العديد من الأشخاص المحبين للتصميمات الحديثة والعصرية على استعمال هذه التكنولوجيا في منازلهم ليتمكنوا من التحكم بكافة أجهزة المنزل عن طريق الذكاء الاصطناعي مع تسارع إيقاع الحياة اليومية في العصر الحديث والتقدم التكنولوجي الذي جعل كل شيء في متناول اليد برزت المنازل الذكية خيارا جديدا في أسلوب الحياة من خلال التطور الذي تشهده التقنيات المنزلية مما يعتقد أنها تجعل الحياة أسهل من خلال التحكم في مرافق المنازل عبر الهاتف المحمول الأمر الذي يضم هذا الاستخدام ضمن استخدامات كثيرة عبر تلك الأجهزة المحمولة حيث أصبح من الآن التحكم بكل شيء في المنزل وفق طرق سهلة سواء كان ذلك تشغيل الإضاءة أو فتح الستائر أو تشغيل الواي فاي أو تعديل درجة الحرارة وفتح وإغلاق الباب الأمامي حتى إشعال وإطفاء الموقد حيث يقضي معظم الأفراد أغلب أوقاتهم في المنزل أكثر من أي مكان آخر ومع ذلك التفكير بالتكنولوجيا عند التواجد في المنزل يكون أقل مقارنة بالخارج فيما عدا تقنية الواي فاي فما المقصود بهذه التقنية؟ وكيف تعمل المنازل الذكية التي تساهم في إيجاد أفضل الحلول للحفاظ على مستوى عالم من الأمن المنزلي وبشكل يوفر الراحة والرفاهية لأصحاب المنازل؟ أرحب يضيفي في الستوديو المهندس عبد الرحمن جيرو دية خبير في المنازل الذكية يا هلو يا مرحبا بك نحن واسه أمام شكراً لإستضافتكم شكر موصولك أستاذ عبد الرحمن نتحدث اليوم عن المنازل الذكية والذكاء الاصطناعي ولكن يوم نقول أن المنزل ذكي شو يعني؟ تمام لما يكون منزل ذكي هو الشي اللي بيأمن راحة أكثر لصاحب المنزل يأمن رفاهية أكثر ممكن يأمن إرشاد في الطاقة في النهاية بحيث يتم ربط كل الأجهزة داخل المنزل مع بعضها نعم إذن هو منزل مترابط في تقنياته أو في خدماته تمام إذن شو أهم ميزات البيت الذكي؟ أهم ميزات البيت الذكي مثل ما حكينا أول شيء أنه هو بيأمن راحة للزبون كيف يؤمن راحة للزبون؟ بحيث العميل هيقدر يتحكم بكل شيء عن طريق الهاتف الذكي فهو إذا كان خارج المنزل عنده ضيوف أو ممكن هو يراقب إذا بدون يصلوا الأطفال للمنزل فهو يشوف بأي وقت وصلوا أو ممكن صاحبة المنزل إذا كانت في العمل فهي ممكن تشوف إذا هي نسيانة شيء في المطبخ شاعل أو ممكن تشوف الميد الخدم تتواصل معهم إذا تريد شيء معين هذا جانب الجانب الثاني هو الكثير مهم هو السيكوريتي بحيث صار فيه أمان في البيت هو هيتحكم حي يراقب من أجل عند الباب مين بده يفتح الباب شو الأكسس اللي حتكون للأشخاص اللي جايين عنده في البيت وبنفس الوقت حيكون عنده ريكورد بشكل كامل لكل شيء عم يصير في البيت خارج البيت حسب هو الخدمات اللي يطلب صاحب البيت إنزين إذا أنا عندي بيت عادي وحطيت فيه كاميرات مراقبة وحطيت فيه أجهزة ذكية هل يعني أن المنزل تحول من منزل عادي إلى منزل ذكي؟ الآن المنزل الذكي هي كلمة كثير واسعة فلحنا ممكن نحدد هذا الكلام كثير شركات كل شركة الآن عم تطور لحتى يصير عندها الحل الذكي لإلى يصير إلى التطبيق الموبايل الخاص فيها يصير فيها التايمير يحدد السكتجول في الأسبوع من أي ساعة لأي ساعة من حيث مثلاً الستائر الإضاءة لحنا لما يكون عندنا الكلمة العامة للمنزل الذكي لما يكون مترابطة كل الأجهزة مع بعضاً هذا الشي يحتاج تنسيق كثير عالي مع المهندس الأتمتي من البداية بحيث هو المهندس الأتمتي مهندس الأوتوميشن يسوي تنسيق مع كل العاملين في المنزل لأن العاملين في الستائر للعاملين لأنواع الإضاءة لأنواع التكييف لحتى يقدر يأمن يكون كل شيء مترابط مع بعضه إذن الاختلاف بين المنزل الذكي والبيت الذكي وليس الأجهزة المستخدمة وإنما البنية التحتية كلها تختلف تمام مية في المية إذن هالمواد البناء أيضاً تختلف كيف يكون طريقة بناء البيت الذكي تختلف من حيث نظام لنظام حالياً نحن مثل ما نشوف صار في كثير أنظمة صار في كثير شركات بس بالنهاية نحن ممكن الاختلاف هيكون فقط في البنية التحتية فبنهاية المطاف صاحب البيت حيشوف البيت نفسه ما حيفرقشي بس ممكن يشوف شاشات في الغرف ممكن يشوف حساسات بس بالنهاية هو إن كان النظام هنحكي بعدين على الفرق بين النظام السلكي والنظام اللاسلكي بس في النهاية أي إن كانت البنية التحتية فصاحب البيت حيكون عنده نفس الفيتشر الميزات اللي هنن الخدمات اللي ممكن يأمنوا بحيث ممكن يسوي سيناريوهات في المنزل يسوي تايمر بحيث الصبح مثلاً يفتح الستاير مثلاً يشغل القرآن يشغل إذن هو ممكن نقول إنه وكأنه شخص مسؤول المنزل الذكي هو شخص مسؤول عن المنزل تمام في غرف معينة بتوقيت معين هو يفتح الستاير هو يغير من إضاءة الغرفة يجهز القهوة لأنه يكون هذا اللي هو مركز التحكم يتحكم في كل الأجهزات البيت أو أجهزة المنزل هو مصطلح ذكي يعني مصطلح مصطلح بصراحة هو يعني مناسب تمام في مكانه تمام في مكانه بحيث يعني الإنسان لما يكون ذكي هو اللي بشغل مخهو في كل شيء بيعمل إدارة لكل شيء ففي النهاية عم يكون فيه دماغ هو اللي عم يتحكم في كل شيء في المنزل مثلاً مثل ما تفضلتي مثلاً يشغل الاريجاشن خارج المنزل صباحاً يشغل القهوة يشغل نظام التروية تمام أو الفاير بلايس فكل شيء الالكتريكال كل شيء كهربائي في المنزل ممكن يربط بهذا النظام بس بالنهاية هذا دور المهندس الأتمته هو اللي بيقدر يربط الأجهزة مع بعض نزين إنه شيء ممكن يكون مخيف للبعض إنه نظام ذكي يتحكم في كل شيء في المنزل يعني شيء جميل يقدم خدمات يسهل من حياة العميل ولكن شفنا أيضاً الكثير من النيوز أو الأخبار اللي كان فيها قرصنا للنظام الذكي للمنزل والمقرصن استطاع أن يتواصل بشكل مباشر عن طريق أجهزة السبيكرز أو سماعات في المنزل وهي الطفل الموجود داخل المنزل شيء مخيف طبعاً طبعاً فما مدى أمان هذا النظام طبعاً يعني هي كل شيء له إيجابيات وسلبيات فانتشار هذا الشيء ولما طلع كثير براندات جديدة فهذا الشيء هم يكمون دور المهندس المهندس الأتمته هو اللي لازم يختار الشيء الآمن أكثر في بعض أجهزة الوايرليس هاي ممكن تخترق فلنحن ممكن أن نختار الشيء الأنسب لننصح فيه صاحب البيت انت قلت لنا أستاذ عبد الرحمن فيه سلكي ولا سلكي شو الفرق مصدر مية الفي هلأ لحنا النظام السلكي هو الأأمن إذا لحنا ما نحكي في الأمان فالنظام السلكي هو الأأمن بحيث صار صاحب البيت عنده البنية التحتية الكاملة في المنزل صار مستقل بحاله كل الأنظمة وكل الأجهزة الكهربائية مربوطة مع بعضها فهو بدأنا من بداية التأسيس المنزل بدأنا من البداية تغير عفونا تغير كل التصميم صح شكرا تغير كل التصميم الكهربائي في المنزل فلحنا بالمنزل الزكي السلكي بالنظام السلكي كل الأسلاك داخل المنزل مختلفة عن النظام الكهربائي العادي نعم فلحنا ربطنا كل الإنارة كل التكييف كل الستاير الأقفال الأبواب الإرغيشن أي شيء يحتاجه لصاحب المنزل ربطناه في هذا المخ اللي هو يتحكم في كل شيء في المنزل أما بحالة النظام اللاسلكي هذا يصلح للمشاريع الأوردي خالصة جاهزة أكيد لحنا ما حيكون الحل إنه الروح نكسر ونسوي تمديد إذن هذه نقطة مهمة تمام عنا السلكي واللاسلكي تمام السلكي يجب أن يكون من البنية التحتي عندما يتم بناء المنزل نحن نركب هذا النظام لأنه كل عبارة مترابط بالأسلاك تمام أما إذا أنا عندي منزل عادي وأبقى حوله إلى منزل ذكي ما بأهدم كل شيء وأرد أبني من أول ويديد أستخدم النظام اللاسلكي لكن من عيوب النظام اللاسلكي أنه ويرلس ويحتاج إلى كونكشن أو يعني ربطه بالإنترنت حتى بالواي فاي وبالتالي سهل القرصنة حتى النظام اللاسلكي في أكتر من بروتوكول تمام منزين بعض البعض السولوشن الحلولة اللي هي اللاسلكية تكون لغرفة واحدة مثلا أو لمكتب هاي الخلول إذا وحسب نوع المنزل وحسب أيضا رغبة العميل نتحدث عن تفاصيل هذا المنزل الذكي والأشياء الجميلة اللي فيه أو المميزة اللي فيه نبدأ بالإضاءة خبرنا عن كيفية أو طرق التحكم بهذه الإضاءة أي نوع من أنواع الإضاءة نحن نقدر نتحكم فيه حاليا في الأنظمة الذكية نعم إن كانت التحكم في الإضاءة تختلف أنواع التحكم بالإضاءة من التحكم إذا كان الصاحب البيت بس محتاج يتحكم بس إشعال أطفاء النور أو يتحكم بدرجة النور فلنحن ممكن نسوي سيناريو معين بوقت معين بحيث تكون متوافقة بالإضاءة من المنزل بحيث تكون الحساس هذا كثير بلجأ له بحال المكاتب تعرفين المكاتب الموظفين لما يتغيب الشمس فخفت الإضاءة فنفسيا الواحد يحس في التعب فبعض أصحاب المكاتب يستعملوا هذا الشيء ليحافظوا على شدة الإضاءة طول وقت العمل ممكن الشيء الأكثر نتحكم فيه هو لون الإضاءة هذا كمان لما يكون العميل يطلب شيء أكثر فهذا كمان فيه شركات تتحكم في لون الإضاءة شو بالنسبة للستائر؟ يعني هل يبالة نوعية معينة من القماش أو للستائر سبت أن نروم نتحكم بها؟ هلأ أي نوع من أنواع الستائر فينا نتحكم فيه بس يكون فيه متور كهربائي هذا الشرط والمتورات الكهربائية كمان يجب التنسيق مع مهندس الأتمتي قبل توريد هاي المتورات لازم تكون متوافقة بعض المتورات فينا نتحكم فيها بعض الشركات عن طريق الريموت كنترول مثلا فهي يكون إلا ريموت كنترول يبالة طريقة معينة لحتى لحنا نضربها نربطها سوري مع النظام الزكي ممكن إحنا نتحكم فيها عن طريق سويتش أب وداون كمان هاي في طريقة ثانية ممكن إحنا نربطها مع النظام الزكي بس بالنهاية أي نوع من أنواع الستائر كقماش أو شيء إحنا فينا نتحكم فيه استاذ عبد الرحمن المهندس وخبير في المنازل الذكية وأتمتت النظام الذكي في المنازل شكرا جزيلا لوجودك يا نيوم شكرا كل جزيلا لوجودك شكرا